بسم الله الرحمن الرحيم مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة بسبب حمل الذروة الصيفي وبإسلوب Take and Pay وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء ولمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة وحسب الصلاحيات المالية وكذلك الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطات للقطاع الخاص ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية إقرار الفقر الرابعة من توصية هيئة المستشارين بشأن معالجة مشاكل ومعوقات العمل في القطاع الصناعي الخاص التي تتضمن أخذ الإجراءات اللازمة لمنح مدة ستة أشهر لجميع الصناعيين الذين تترتبوا بذمتهم ديون سابقة إلى أي جهة حكومية للمراجعة وتسوية مبالغ الديون والاستفادة من قرار مجلس الوزراء المرقم 23188 لسنة 2023 ولا يعتبر عدم سداد الديون خلال فترة ستة أشهر عائقاً عن ترويج معاملاتهم وينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره إقرار توصيات اللجنة المشتركة للمدارس التراثية المبينة بكتاب وزارة التربية المؤرخ في 27 تشرين الثاني ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي أولاً إحالة مدرستي الفتوى وقريش إلى الهدم وإعادة البناء بالشكل والطراز التراثي المحدد من قبل اللجنة المشتركة ثانياً شمول مدارس الكاظمية الابتدائية والمفيد الابتدائية وأعدادية الكاظمية للبنين وأعدادية الكاظمية للبنات بأعمال الصيانة والترميم ثالثاً تنسيق وزارة التربية مع وزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة لـ 12 مدرسة مشمولة ضمن خطة تطوير مدينة الكاظمية المقدسة من خلال إجراء المناقلة المطلوبة وفقاً للمادة الخامسة ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث الفين وثلاثة وعشرين واربعة وعشرين وخمسة وعشرين الموافقة على ما جاء في كتابي وزارة الصحة بشأن تسوية المبالغ الخاصة باتفاقية الالتزام الخاص بالعراق مع مرفق كوفاكس التي تم إلغاؤها مقابل دفع رسوم إنهاء الاتفاقية مع الشركات المصنعة جي اي ذي آي إذ يتم دفع كافة المبالغ المستحقة للعراق بدفعة واحدة وخلال عشرين يوماً من إبلاغ جي اي ذي آي بذلك على أن تكون الدفعة بنسبة ثمانية وسبعين فاصلة خمسة بالمية من إجمال المبلغ المستحق أي ما يساوي ستة مليون وخمسمية وستة وأربعين ألف دولار وفق التحالف العالمي للقاحات والتمنيع طواعية كما أقر مجلس الوزراء ما جاء في كتابي وزارة الصحة بتأريق سبعة وعشرين حزيران الفين واربعة وعشرين باستثناء محافظة نينوى من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ثنياً لسنة الفين واربعة عشر ومنح محافظة نينوى صلاحية توجيه الدعوة المباشرة إلى مكتب استشاري لغرض تدقيق ومصادقة التصاميم والإشراف على التنفيذ لمشروع مستشفى ابن سينا التعليمي المنفذ ضمن موازنة الدعم الطارئ إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة أربعة وعشرين ألف وأربعة وخمسين لسنة ألفين واربعة وعشرين بحسب الآتي أولاً استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشار المشروع سي أس أس بي شركة آي أل أف من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة ثلاثة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم اثنياً لسنة ألفين واربعة عشر واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية ثانياً استثناء مناقصات مشروع ماء البحر المشترك ومناقصة استشار المشروع سي أس أس بي شركة آي أل أف والاستشاريين من تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث ألفين وثلاثة وعشرين وأربعة وعشرين وخمسة وعشرين ثالثاً شمول المشروع في الفقرتين واحد واثنياً المذكورتين آنفاً بقرار مجلس الوزراء المرقم ثلاثة وعشرين ألف وسبعمية لسنة ألفين وثلاثة وعشرين قرار أولاً إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية أربعة وعشرين ألف وثمنطعش بشأن نقل ملكية العقارات المدرجة تفاصيلها في أدنى إلى ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزدية والصابئ المندائية بحسب الآتي أولاً نقل ملكية العقارات العقار الأول الثنياً على ستالاف وسبعمية وستعاش القاطون إديالة مندى طائفة الصابئ المندائية العقار الثاني عشر على ثنياً السكة والكف المقدادية إديالة مقبرة مندى طائفة الصابئ المندائية العقار الثالث واحد على أربعمية وثلاثة وسبعين خاصة ماري كاركوك مندى طائفة الصابئ المندائية بدون بدل استناداً لأحكام قانون ديوان أوقاف الديانات رقم ثمانية وخمسين لسنة ألفياً واثمعاش ثانياً نقل ملكية العقارات التالية العقار الأول اثنياً على أربعمية وستة وخمسين الخر بغداد مندى طائفة الصابئ المندائية العقار الثاني ثمانية وأربعين على أربعة وعشرين أبو طراريدة الديوانية مقبرة طائفة الصابئ المندائية العقار الثالث أربعة وثلاثين على ثلاثة الزبير البصرة مقبرة طائفة الصابئ المندائية بدون بدل استناداً لأحكام قانون تمليك العرصات والمباني رقم ثلاثة لسنة ألف وتسعمية وستين ثالثاً يتولى وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نقل ملكية العقارين مية وثمانين على أربعة وخمسين ألف وتسعمية وتسعين الناصرية مقبرة طائفة الصابئ المندائية والعقار واحد على مية وثلاثة وعشرين سوق الشيوخ الناصرية مقبرة طائفة الصابئ المندائية بدون بدل استناداً إلى القرار التشريعي رقم ستمية وتلاثة وتسعين لسنة ألف وتسعمية وتلاثة وسبعين رابعاً نقل ملكية العقار تلتعاش على أربعمية وتلاثين الكرخ بغداد ببدل استناداً إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم واحد وعشرين لسنة ألفين وتلتعاش المعدل ثانياً يكون نقل الملكي أعلى وفقاً لما مثبت آنفاً مقيداً بشروط الأراضي الوقفية مع الالتزام باستعمالات الأراضي دون تغييرها ثالثاً تتولى وزارة المالية وخلال ثلاثين يوم عمل حداً أقصى من تأريخ إصدار هذا القرار تقديم دراسة إلى مجلس الوزراء لتسوية الحقوق المترتبة على العقارين المرقمين ثلاث على ستالاف وخمسمية وثمانية وسبعين وزيرية بغداد نادي التعارف الاجتماعي وواحد الصيادة كركوك مقبر الطائفة الصابئة المندائية وبيان مدى إمكانية نقل ملكيتهما إلى الديوان آنفاً وأقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني 23603 التي تشكلت بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء في ضوء ما تم طرحه في الجلسة المنعقدة بتأريخ أربع حزيران وتضمنت التوصيات إعادة النظرة في أتعاب المحامين المنصوص عليها في قانون المحاما رقم 173 لسنة 1965 المعدل لتصبح بحسب الآتي أولاً الإبقاء على نص الفقرة اثنياً أولاً ألف من المادة 63 من قانون المحاماء النافذ كما وردت في النص ثانياً تعديل الفقرات باء جيم دال من النص المذكور آنفاً في أولاً لتقرأ على الوجه التالي الفقر باء بما لا يقل عن 25 ألف دينار فقط ولا يزيد عن 150 ألف دينار في الدعوة غير محدودة القيمة والدعوة الجزائية التي فيها مدعي بالحق المدني الفقر جيم مقدار 5% من قيمة البدل المحكوم به في دعاوة الاستملاك على أن لا تقل عن 25 ألف دينار فقط ولا يزيد عن 150 ألف دينار الفقر دال بما لا يقل عن 25 ألف دينار فقط ولا يزيد عن 75 ألف دينار تتحملها خزينة الدولة للمحام المنتدب على وفق أحكام المادة 144 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 واستناداً إلى نهج الحكومة في استكمال المشاريع المتلكئة منعاً للهدر المال العام وافق مجلس الوزراء على التالي أولاً تغيير اسم مشروع إعادة تأهيل مشروع ماء الخالدية الموحدة الأصلي ساعة 250 متر مكعب على الساعة في محافظة الأنبار قرض البنك الدولي الطارئ التمويل الإضافي ليصبح بإسم إعادة تأهيل ماء الخالدية الموحدة الأصلي بساعة 250 متر مكعب على الساعة والتوسعة بساعة 200 متر مكعب على الساعة في محافظة الأنبار القرض الطارئ التمويل الإضافي مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع ثانياً استحداث مكون استكمال إنشاء الأقسام العلمية في الكلية التقنية الزراعية جامعة الموصل وزيادة الكلفة الكلية للمشروع شكراً